رجعنا لحضراتكم معانا الأستاذة مجدة من الجيزة فضال يا أستاذة مجدة أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا دكتور عمر أنت لمست موضوع في غاية الأهمية لأن دلوقتي الدنيا بقى كل واحد بيقولي على نفسي حتى الأقربون يعني بيبقوا شايفين الواحد محتاج لهم جدا جدا وكلهم يعني يبصوا على الواحد بس كده إيه أنه أنت صعبان علينا بس ما نقدرش نساعدك رغم أنهم معهم كل حاجة يساعدوا بيها الدنيا بقت صعبة جدا يا دكتور عمر ياريت ياريت يكون في كتير من المواضيع دي عشان الناس ألبها يشلنا على بعديهم ربنا يحفظنا يا رب وإن شاء الله يجعل دائما الرقة واللين في قلوبنا ما تعيطيش بس قولي لي بقى قولي لي سؤالك فان يا حاجة مجد هو دا سؤالي اللي نزب الناس كلها تشب بعدي عم يساعدوا بعدي ما ينتظروا لش حاجة من بعض صدقتي حاجة مجد انتزع لنا ليه كده يا سيد الدنيا بقى انتزع لنا يا زبان لو أنت بقى أنت كل واحد يقول لك ربنا معاك وخلاص ربنا يعيش هو ربنا معانا بس على فكرة أنا عايز أقول لك حاجة يا حاجة مجد نعم إحنا لما بنساعد بعض إحنا بنساعد أول حاجة بنساعد نفسنا بس أنا ما نحبش حكاية لأن الواحد يعمل الكلام عشان مصلحة كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي وخليني أقول لك حاجة أنا شايف أن الناس اللي بتساعد الناس وكمان بتساعد الأقربين بصفة خاصة هم بيساعدوا أنفسهم قبل ما بيساعدوا أي حد تاني أنا شفت كرب ما تتفكش عند صاحبها غير بمساعدة الأقربين أنا شفت أن أعظم حاجة ممكن يعملها الإنسان عشان يفتح طريق للنور أو يفتح طريق للهداية هو أنه يجبر خاطر حد من أقرب فإن شاء الله ربنا يساهل وإن شاء الله يدخل السرع على قلبك وإن شاء الله الأقارب يرجعوا إن شاء الله بالود والمحبة مرة تانية ونرجع تاني نتلم وخاصة أننا في شهر مليان نفحات ومليان بركات وعادة الناس أنهم بيتلموا في هذا الشهر فتعالوا نرجع ده وخاصة في الظروف الدقيقة اللي إحنا فيها إحنا في الظروف استثنائية فلازم الظروف دي نتجاتف ونرجع تاني نتلمم مع بعض وده هيخلينا نحس إن حياتنا بقى لها طعم ونبقى لها معنا